بمرتبة وزير سعودي ترى وهو من بر بلادنا له أم أصيبت بثلاث جلطات ذهب العين البصر وذهبت الأذن وذهب الإحساس منها لا نطق ولا نظر ولا سمع تنظر إلى السقفها كذا تغذى بالأنبوب مع أنفها قال الأطباء هذه تنقل إلى الإقامة الطويلة لأنها ميؤوس من حالها ستبقى على جهاز التنفس البسيط وعلى الغذاء مع أنفها تلبس حفاظك الأطفال إلى أن يريد الله لها خير ويقبض لها هذه الروح تريدها عندنا أو في المستشفى وش نقول لنا يا شباب إذا قال الدكتور نقعد بعضنا يستكي المستشفى لو قعدها لو قال أخرج خذ والدك فكني من شرة هلأ تجيب لي العجوز ولا الشاي أنتوا فاتحي المستشفى خذوه عندكم فكونا من شرة ولذلك قبل أن أنتقل أكمل القصة أحدهم أتى لعمر رضي الله عنه قال حملت والد يتي على رأسي ثمانية عشر حجة يعني يومي شالتني في بطنها تسعة أشهر أنا حجيت بها على رأسي ثمانطعشر حجة أترى أني أدركت بعض برها قال لا ولا يوما من أيامها قال لي ما ثمانطعشر سنة قال لأنك تحملها على رأسك وتقول الله يحسن لها الختام وهي كانت تحملك تقول الله يخليه لي فرق بين اللي يقول مع مخرج خمسة عشر روح ها وبين من يتمنى بقائك نعم بعضنا يخدم والده متأفف خير إن شاء الله قال الله صبرنا عجيب والله أنك ما صرت رجال اللي أعقب صبره وأن الجلطة اللي فيه أن أحدد أسبابها أنا وانت ولذلك اتق الله أن تتأفف هذا الرجل عندما قال الأطباء له أمك أمك خذها أو تبقى عندنا وأبشر وزير ورجل يمكن يضع لها غرفة جناح كامل وطاقم تمريضي قال بل أمي لي أخذها هيئ غرفة وضع الأكسجين وضع جميع المطهرات وعلى حسابه ما أخذها من المستشفى وضع أجهزة الأكسجين ثم تواصى مع أبنائه على الجلوس عند أمه كان وهو مشغول يشتغل أكثر من ستة عشر ساعة في اليوم كان الرجل هذا من بره بأمه إذا أراد أن يخرج من العمل أتى لأمه ثم وضع خده على صدرها وضمها وتحدث معها ثلث ساعة يسولف مع أنها لا تسمع لا ترى لا تتكلم لكن يرى قلبها يضطرب ولا يهدع حتى يضمها ثم تخرج كرأس الدبوس دمعة من عينها ثم يقول تسمحين داوم يوم ما تتكلم لكن يرى القلب قد اطمأن واطمأن لرضاها إذا عاد من العمل يقول من أبنائه من يرعى جدته يقول قبل حضور والدي بخمس دقائق يبدأ قلب أمه يضطرب حتى يأتي لضمها ووضع خده على صدرها فتهدأ من الذي كان من الذي أخبرها من الذي أخبرها أن هذا محمد أو أن هذا ابنك قلب الأم ثم إنه يستطيع معذوق مريضة لكنه ما أراد أن يلزم باب الجنة أحد غيره ترجمة نانسي قنقر